بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي النهاردة ان شاء الله مكملين في القوز نمبر 5 تل لسون 5 لحد اخر لسون احنا شرحناه وكنا خلينا قوز قبل ده ان شاء الله هينزل اخر حصص الالجبرا باذن الله الفترة اللي جاية ان شاء الله هنكونوا كده احنا نعينا منهج الالجبرا بالنسبة لماث ولسانوي وهندخل على طول في منهج التراجنومتري او منهج حساب المسلسات النعرض ان شاء الله هناخد القوز نمبر 5 مجموعة من الاسئلة السهلة والبسيطة وان شاء الله الاسئلة دي كل الافكار بتلاقيها موجودة في الامتحانات وافكارها سهلة وبسيطة تعالى النهاردة ان شاء الله نبدأ في قوز 5 ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في الشرح ما ثقول سانوي اول سؤال زي ما احنا متعودين بيقولي ده سؤال من الدرس الاول عشان تحل الاكواجن دي ممكن كسا تريعه قدامك بس انا هنعدل الاكواجن الاول اجيب ال-4 to the other side with inverse sign يعني هكتبها كده x squared minus 4x plus 4 equals 0 هتلاحظ ان الاكسبريشن ده اللي هو x squared minus 4x plus 4 ده perfect squared trinomial طب ازاي بنعمل له او ازاي بنعمل له factorization باخد الروت الاولاني يبقى x وباخد الروت للتالي 2 وبعدين بكتب sign of middle term يبقى minus all squared is equal to 0 يبقى هنستنتج على طول ان x minus 2 is equal to 0 ومنها x equals 2 يبقى على طول solution set بالنسبة الخاصة بالاكواجن خد بالك انك بتحل في R is a real number يبقى is equal to the set of 2 يبقى الانسر عندي هتكون b هتكون b ممكن احسن عليها بس طبعا لون ابيض مع لون اصفر ما بيبينش كتير number 2 بيقول لي the quadratic equation whose roots are i and negative i طبعا لشان نجيب او نكون الاكواجن لازم نجيب السم الاول of the two roots لو اقول له i plus negative i طبعا is equal to zero كل واحد منهم is additive inverse للتاني وهنجيب ال product ال product is equal to كلنا عارفين i times negative i is equal to على طول negative i squared طبعا احنا كلنا عارفين ان i squared اصلا is equal to negative 1 يبقى ال product is equal to negative 1 times mister negative is equal to 1 يبقى الاكواجن هتبقى x squared minus the sum times x ده هيتلاشه او هيروح هيتلاشه او هيروح هيختفي اذا هو الميدل تيرم على طول بلس ال product اللي هو plus 1 equals zero يبقى الاكواجن عندي هتكون x squared plus 1 equals 0 يبقى الcorrect answer عندك هتكون بي number 3 بيقول لي the two roots of the equation x squared minus 2x plus k is equal to 0 are real and different هو قال لي real and different يبقى الطول هنستنتج ان the discriminant is greater than or equal 0 يعني هنطلع على A والB والC الاول A is equal to 1 B is equal to negative 2 and C is equal to k خلاص أنا عندي الexpression B squared minus 4AC is greater than 0 طب ليه لأنه قال لك real and different في السؤال B squared يبقى negative 2 squared هعمل substitute negative 2 squared minus 4 times A equals 1 C equals k يبقى أنا هكتب دالها k is greater than 0 طبعا دي inequality هنعدلها شوية يبقى 4 minus 4k is greater than 0 بعد الناس هتودي الفور وبعدين تعمل divided by negative 4 بعدينه بينسى يعكس الساين دي اللي هي greater than يجليها less than عشان نتفادي الخطأ ده أنا هاودي negative 4k هي للنحية التالية يبقى هنستنتج على طول ان 4 is greater than 4k وبالتالي قدر اعمل divided by 4 وهنحتفظ بالعلامة زي ما هانا يبقى 1 is greater than k دي معناها ايه؟ دي معناها ان k is less than 1 معنا كده ان k is an element of 1 تعالا نكتب الانترفال اللي هو عندي طبعا هو مش طالب هنا انترفال على فكرة يعني هو k is less than 1 يبقى الكريكت الأنسر عندك هتكون بي يبقى اللي جابة عندي هتكون بي لو عايز تكتب انترفال يبقى على طول k is an element of negative infinity and 1 وال1 برضو هيكون open عشان ما عنديش equals number 4 the simplest form of the expression مديك expression 1 minus i all squared or all sorry raised to the power 4 1 minus i raised to the power 4 احنا ما خدناش فاك الاكسبريشن ده او البراكت ده فبالتالي لازم نتحيل عليه شوية الفور دي عملها 2 times 2 يبقى انا قادر اكتبك الاتي 1 minus i raised to the power 2 وبعدين all 2 تقدر انت تفوق كده سهلة جدا squaring للأول يبقى 1 2 times 1 times negative i يبقى negative 2i وبعدين squaring للأول يبقى i squared raised to the power 2 خد بالك ان ال i squared equals negative 1 فبالتالي ممكن على طول بتشتب هنا ال 1 ده مع ال i squared ليه؟ لان كل ده ب negative 1 وعندك positive 1 راحوا مع بعض يبقى ده على طول equals negative 2i ومعمول لها squared squared ده هتلاقيه على negative 2 هتطلع لك ب 4 وهتلاقيه على ال i هتديك i squared هترجع ثاني تشوف في ال i squared بدأت negative 1 is equal to negative 1 يبقى 4 times negative 1 is equal to negative 4 يبقى الانسر هنا is equal to negative 4 يبقى ال correct answer عندك هتكون A next exercise هتلاقي السؤال الثاني number A بيقول لي F L and M are the two roots of the equation يعني هو هنا فردهم ب L and M طبعا خد بالك ان احنا عندنا given equation and required equation required equation هو بيقول لي whose two roots are 2 over L and 2 over M يبقى اخد بالك من ال equation حالا عندنا 2 equations هنا اول حاجة هقول له given equation given equation given equation given equation اللي هو مدهالي في السؤال هي ايه 2x squared plus 2x plus 3 2x squared plus 2x plus 3 is equal to 0 هو بيقول لك فردهم هنا L و M يبقى انا هجيب L plus M L plus M is equal to negative the coefficient of x over the coefficient of x squared يعني negative 2 over 2 يبقى هيديك على طول negative 1 دي relation number 1 بالنسبة بقى لل L M اللي هو product of the two roots equal to C over A يعني هتبقى 3 over 2 دي relation number 2 تعالا بقى لل required equation اللي احنا طلبين نكتبه بالنسبة لل required equation على طول هنجيب السم وهنجيب ال product sum of the two roots طب السم is equal to هناخد 2 over L plus 2 over M طب ازاي نتعامل معها هنتعامل معها عادي جدا كأنها two fractions وهتعمل لها adding هتستخدم ايه هتستخدم cross products L times M دي هتديك L M تحت طب وفوق 2 M plus 2 M 2 M plus 2 L اللي هي cross products 2 times M 2 times L هتلاحظ عندك انك انت فوق ممكن تاخد two as a common factor يبقى two مضروبة في L plus M over L M كل اللي عليك هتعمل substitute طب L plus M is equal to negative 1 يبقى two times negative 1 ب negative 2 over خد بالك بقى L M is equal to 3 over 2 3 over 2 يبقى معناها هنا 3 over 2 عشان تتخلص من two دي في كذا طريقة يعني عماتا وممكن تستخدم الكالكوليتر لو انت عندك مشكل في الحسابات هعمل هنا times 2 هعمل هنا times 2 يبقى يطلع لي على tool ب negative 4 over 3 يبقى انا جبت كده السم تعالا نجيب البرودكت لو هنجيب البرودكت of the two roots of the required equation يبقى هقوله 2 over L times 2 over M كل اللي عليك just multiply the two numerators over the two denominators 2 times 2 equals 4 L times M هكتبها L M طب احنا عندنا اصلا value of L M من 2 3 over 2 هتبقى عندي 4 over 3 over 2 طبعا بعد الناس تقولك ايه مقام المقام يطلع بسط يبقى تطلع لك 8 over 3 لكن احنا ممكن اقوله times 2 تحت times 2 فوق عشان نتخلص من دينومانيتر اللي هم جدوا عندي ده يبقى اصبح 4 times 2 is equal to 8 over 3 يبقى انا كده جبت ال product وجبت عندي السم باقي اخر خطوة ان احنا نكتب ال equation ال equation المطلوبة هي ايه x squared خد بالك minus minus ايه السم times x السم عندي ب negative يبقى هيكالة دي positive وهكتبها كده 4 over 3 x وبعدين plus ال product عندي اللي هو 8 over 3 is equal to 0 طيب ما ينفعش ان انا سيب ال equation دي كده ليه لازم ال equation اللي احنا متفقين عليها او اللي هو طالبها لازم تكتبها في الصورة دي زي ما هي مكتوبة كده في ال given equation الصورة بتاعتها ax squared plus bx plus c is equal to 0 الصورة دي بنسمعها the general form of quadratic equation طب عشان نحطها في general form لازم نتخلص من denominators طب ازاي just multiplying by 3 ال denominator اللي عندك ده يبقى the required equation اللي انت عايزها x squared و times 3 هتديك 3 x squared معلش هكتبها هنا عشان مساحة plus 4x plus 8 is equal to 0 يبقى هي دي ال equation اللي احنا عارفنا خد بالك احنا بنأكد على الحاجة مهمة جدا ان السؤال اللي زي ده بتتساءل فيه من خلال choose the correct answer يبقى انت لازم تكتب القطوات دي كلها طبعا انت بتحاول تختصر مع نفسك مع كتر حل التدريبات وكتر التمرينات الموضوع بيكون سهل وهو بسيط ويتبقى انت حضرتك سريع في الحل فالسؤال هنا بنأكد على ان هو ممكن يجيلك على هيئة choose the correct answer ده الفكرة الاساسية اللي احنا لازم نكون متضربين عليها كويس الاكسرسيز اللي بعده بيقول لي find in the simplest form of the expression يعني هاتلي الاكسرسيشن ده في simplest form طبعا هو عبارة عن product of two expressions هتلاحس عندك حاجة three minus two i وثري بلاس two i دول اتنين هتلاقيهم على طول two conjugate numbers بس انت عندك مشكلة في ايه؟ في الباور اللي عندك اللي هو two طيب ما هو three minus two i squared دي ممكن اعملها three minus two i times three minus two i يبقى انا هقول له كده the expression is equal to the expression كل سهولة خالص is equal to هكتب two minus or three minus two i ده هفك على مرتين هعمل كده three minus two i times three minus two i وبعدين times three plus two i هتلاحز ان عندك الحتة دي الحتة دي ممكن تجيبها بكل سهولة هكتب three minus two i عادي جدا وهاخد ده squaring للأول minus squaring للتالي squaring للثري هتديك nine و squaring للثو اي هتديني four i squared هتلاحز حاجة مهمة احنا قلناه نوت دايما بنكررها في الأسئلة ان ال i squared هتشيلها وتحط بدالها negative one يبقى substitute negative one for i squared we can get هنكمل هنا three minus two i مضروة فيه nine اخد بالك negative four times negative one هيديك على طول plus four يبقى اصبح عندي 13 times three minus two i هتحاول تكمل هتقوله الإكسبريشن الموجود عندي expression is equal to هنستخدم distributive property عشان ما ينفعش يسيبه كده 13 times three هتديك 39 يبقى هكتب كده 39 minus two times 13 is equal to 26 i يبقى هو كده أصبح ال complex number الموجود عندي 39 minus 26 i ده نفكرك بنسميه real part real part طب وده بنسميه imaginary part imaginary part يبقى أنا كده بسط الإكسبريشن الموجود عندي وحطته في صورة ال complex number طبعا دي صورة ال complex number كلنا complex number كلنا حفظ انها next exercise بيقول لي if two plus i is one of the two roots of the equation x squared minus four x plus c is equal to zero يعني هو إدك root للأكويتشن خد بالك بقولك c is a real number هو عايز value of c وبعدين find the other root then find the value of c طبعا هنا هو في الأول قال لي find the other root يبقى احنا هنا ممكن نستغل علاقة علاقة sum بالنسبة للtwo roots الأول أنا هكتب الإكويتشن الإكويتشن عندي x squared minus four x plus c is equal to zero أقدر أطلع a is equal to one والb is equal to negative four والc is equal to c طيب ممكن أنت تشتغل على طول من غير ما تطلع ال coefficients برضو صح عادي مفيش مشكلة طيب أنا هعمل إيه هنا؟ هقوله the sum is equal to the sum is equal to طبعا كلنا حافظين negative b over a طب السم عندنا معناها إيه؟ معناها الروت الأولاني plus الروت التاني يبقى أنا هقوله كده to plus i plus the other root والله عايز تسميه أي رمزة تاني مفيش مشكلة ليه رايحك؟ the other root is equal to sum اللي هيبقى negative b over a يعني هيبقى four عندي يبقى عشان تجيب the other root just subtract the other root لأن احنا عندنا هنا عندنا هنا السم يبقى هقوله sum minus given root يبقى هقوله four minus بقى كتير مننا بيتلغبط في الحتة دي two plus i خد بالك هنا أنه negative sign هتغير 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 two هتغير the i يبقى هقوله كده the other root is the other root is equal to four minus two minus i هتحاول تعمل collect like terms two minus i four minus two sorry is equal to يبقى أنا عندي two minus i يبقى أنا جبت كده the other root أقوله كده ده المطلوب الأولاني the other root is equal to two minus i يبقى أنا جبت كده المطلوب الأولاني عندي طيب بقى إيه لي خطوة إن أنا لازم أجيب the value of c طيب the c ديت لو أنا ركزت عليها هتلاقيها هي the product of the two roots طيب ليه إحنا قلنا قبل كده the product is equal to لو فاكرين the relation المهمة بيتاخد the absolute value اللي هي c over the coefficient of x اللي هي a دي تكون حوزين d عشان تحال طيب هتلاحز حاجة مهمة الا عندك بone يبقى أصبح the product is equal to the product is equal to c عندي بc والabe one يبقى c equals the product يبقى عشان تجيب the c كل يلا لايك just multiply the two roots طيب الروت الأولاني كان كام 2 plus i اللي هو given طيب الروت اللي انت جيبته كان كام 2 minus i طبعا كلنا عارفين نضربهم إزاي squaring of the first يبقى 2 squared minus squaring of the second اللي هو i squared يبقى أصبح عندي 2 squared is equal to 4 يبقى 2 يبقى 4 خد بالك ان i squared equals negative 1 لسه ادينها من شوية يبقى على طول داخل علامة minus يبقى تبقى plus 1 يبقى 4 plus 1 is equal to 5 يبقى أنا جبت كده the value of c is equal to 5 وهو نفسه هو the product of the two roots of the equation x squared minus 4x plus 5 equals 0 next exercise بيقولي determine the type of the roots of the equation x squared plus 9 equals 6x then find the solution set in r طبعا عشان تحدد نوع الروت طبعا كلنا عارفين طبعا احنا مش هنحل احنا نحدد هنا من غير حل طب ازاي نحدد من غير حل ان احنا بنجيب الفاليو بالنسبة لل discriminant اللي هي بنسميها b squared minus 4ac اللي بيسموه مميز المعادلة طيب انا عندي هنا مشكلة ان هو مديني الاكواجن عايزة تتعدل شوية طبعا هي بسيطة وسهلة لازم تكتب الاكواجن في الصورة اللي هي general formula اللي احنا قلنا عليها ax squared plus bx plus c is equal to 0 يبقى انا عندي الاكواجن اهي x squared plus 9 is equal to 6x كل اللي عليك just move 6x 6x to the other side to be subtracted بس هتحاول تحطها في الميدل ترم لان هنا عندك ده الميدل ترم دي الابسولود value يبقى الاكواجن عندي هتبقى x squared minus 6x plus 9 is equal to 0 تقدر تجيب الا هتلاقيها ب1 وتقدر تكتب الب is equal to negative 6 c is equal to 9 كل اللي عليك هتجيب الفاليو بتاعت الاكسبريشن b squared minus 4ac اللي بي عندي كان ب negative 6 يبقى انا هكتب هنا negative 6 squared minus 4 times 1 times 9 هشتغل على الحتة دي negative 6 squared is equal to 36 minus 4 times 1 times 9 is equal to 36 ممكن تستخدم الكالكولاتور لو عندك مشكلة is equal to 0 خلاص يبقى هنا b squared minus 4ac is equal to 0 طبعا كده then the two squares are what? real and equal يبقى انت حددتهم كده يبقى then we can reduce the two roots the two roots of the equation are طبعا هتقول له كده real and equal تعال بقى نحل الإكواجن بحل الإكواجن ممكن تحل بأي طريقة بس بفضل هنا مدام قالك real and equal هتلاحظ عندك x squared minus 6x plus 9 حتة دي انا شرحتها قبل كده الإكسبريشن ده بنسميه perfect square trinomial اللي هو x squared minus 6x plus 9 equals 0 ازاي بتعمله فاكتوريزيشن بتاخد الروت بالنسبة الأول x والروت بالنسبة الأخير 3 والسين الخاصة بالميدل all squared is equal to 0 عشان تتخلص من سكوارد ده بتاخد سكوارد روت للنحيتين هتنتج عندي x minus 3 at the left is equal to 0 يبقى على طول الفاليو بالنسبة لx هتلاقيها 3 يبقى معنى كده إن جبت الروت x equals 3 يعني التوروتس الخاصة بالإكسبريشن x squared minus 6x plus 9 equals 0 هتلاقيها على طول التوروتس هتلاقيهم equal and real يبقى هقوله كده the solution set of the equation is equal to the set of 3 بكده يبقى إحنا انتهينا من القويز نمبر 5 الخاص بمراجعة الألجبرا ما تنساش تعمليني لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان نستمر في شرح ماث أول سنوي يبقى عشان نستمر في شرح منا يابعا guru